عقدت اللجنة الطبية العسكرية اجتماعاً مع سلطة المحلية بيتعز لمناقشة أوضاع جرح الحرب في الداخل والخارج وقال رئيس اللجنة الطبية العسكرية الدكتور محمد الثوابي إن هناك حاجة لعلاج 350 جريحاً للعلاج في الخارج كما أشار الثوابي لأن هناك ازدياداً في عدد جرح الحرب جراء استمرار المواجهات في جبهات المحافظة وأوضح رئيس اللجنة الطبية أن هناك 424 جريحاً من مبتوري الأطراف وهم بحاجة إلى أطراف صناعية كما أن هناك 220 مشلولاً من المصابين الجرحى ويحتاجون إلى علاج دائم ورعاية طبية مستمرة هذا الجرح الذي يؤلمنا جميعاً والذي يجب أن يقف الجميع كل المسؤولين مع جرحى تعز فوضعنا أمامهم بالصورة أنه ليس لدي لجنة القرحى في تعز أي ميزانية تذكر لا يوجد عندنا ميزانية مستقرة للقرحى عندنا قرحى يحتاجون إلى سفر عددهم 350 والقرحى في ازدياد يومي لأن المعركة ما زالت مستمرة لدينا 424 مبتور يحتاجون أيضاً إلى أطراف صناعية لدينا 220 مشلول داخل المعافظة يحتاجون إلى علاج دائم بصورة مستمرة يومية لدينا قرابة ألف قريح يحتاجون إلى عملية داخل مدينة تعز وفي مدينة عدن ترجمة نانسي قنقر